في الدفاع محمد تار ومحمد لمين حوبة في وسط الميدان معلومة بلال ثامن عشر تفرق زين انتصر امام كينكس بأدفان مقابل بدون رد اسنيم تعادل مع الجمارك بأدف مقابل أدف اشت اخر انتصار وانتن واشود خسر امام تفرق زين بأدف دون رد هنا التسجيد القوي ولا اول يضي على فريق كينكس هذا هو تودا اخطر البشر داخل الميدان الكورة ملعوبة من جديد تودا ممتاز الكورة خطيرة التسجيد ولكن القرار لم يكن سليم الكل حاضر فوق المدرجات من اجل مشاهدة مبارات بين ابناء العاصمة واشود وعلى هذه المبارات يحشق فيها الشباب مشاهدة كرة القدم ولا كورة خطيرة جدا خطيرة جدا تسجيدة ولكن عالية 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 لا جديد لا حد لان امور الشوط الأول ينتي بتعادل سلبي بدون اهداف بين انتر نواكشوت وكينكس نواكشوت لكن يبقى كينكس خطير الكورة ترفع خطيرة مقاسية ويبعاد الكورة من الدفاع بشكل ممتاز ماضية اليوم يرتدي قميس كينكس او انتر وكشوت ولكن ممثلا للميناء وهنا الكورة خطيرة جدا الاول لانتر نعم فعلها الاسرق في هذه اللحظات هدف اول باقدام الفلان باقدام من يا له من تكتيك كبير من المدرب انقان فاين هذه العرضيين المتابعة الدفاع ترك المساحة وتشيرنو كان في المكان المناسب صنعت الامجاد في الكورة الوطنية الميناء وايضا الرياض كالمناطق الميناء والرياض وايضا الريكسر وهنا الثاني قد يكون ولكن بكن جاي في هذه المرة الكورة تلعب خطيرة شدا والتعادل التعادل يضيع على الملوك اي ارتقاء واي محاولة كادت ان تقتل احلام فريق نادي انتر واكشوت عادت من جديد الانتر الكورة تعود خطيرة السيدة والكول والكورة ضاعت ضاعت واذا لم يصفر حكم اللقاء والان اعلنها الحكم وفريق انتر واكشوت يحقق انتصار ذمين على كينكسن واكشوت داخل ملعب الشيخة بيدية بيد افتون رد اشتركوا في القناة